مرحبا بكم متابع القناة لا تنسوا الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء لحظات قليلة وسيتم إنقاذ رايان إن شاء الله بإذن الله لحظات قليلة تفصل المنقذون عن رايان هناك نهيارة جزئية في مكان الحفر خلال نصف ساعة من الآن وهناك أيضا تباعت نزول الأمطار والتي من المحتمل أن تصل إلى قاع البائر وتخوف كبير من كون الماء قد يصل إلى القاع لكن حسب مصادر موثوق منها فإن رايان لا زال على قيد الحياة وبفضل دعواتكم المستمرة فعملية الإنقاذ تفصلها عن رايان لحظات قليلة ولم يتبقى إلا القليل وعملية الحفر اليدوي مستمرة الإسعافات الأولية التي سيحتاج إليها رايان هي بعين المكان أما بالنسبة للأكل فلم يأكل شيئا وبخصوص ما يجول في مواقع التواصل الاجتماعي فهو مجرد كذب فالأكل لم يتم تزويده به ولا يستطعون تزويده به لكن تم تزويده بالأكسجين والمصادر الموثوق منها تؤكد بأنه على قيد الحياة وكذلك تم تدخل القوات وإبعاد الناس الذين يوجدون في عين المكان لتفادي الانجرافات ونزول التربة بقاع البئر في مقر الحفر أستطيع أن أقول أن كل شيء من التجهيزات والوسائل المطلوبة هي موجودة وتم إبعاد الحشود لمسافة كافية لإبعاد الخطر عن رايان وأصبح الوصول الماء إلى القاع هو الخطر الوحيد الذي يمكن أن يؤثر على حياة رايان لذلك دعواتكم معه بالنجاة إن شاء الله وبإذن الله سيعود سالما لأمه وأبيه دعواتكم معه بالنجاة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر